أسوريو ايه حكيته ايه مصيره هقولك رأي انا قلته قبل كده مئة مرة وهفضل اقوله وانا مسؤول عنه وده رأي وجهة نظرة يعني انا بالنسبالي خوان قلوس أسوريو ده مدرب كبير ومدرب مميز ومدرب صاحب فكر تمام انا مش من الناس اللي بتقول انه أسوريو مدرب ضعيف او مدرب سيء عشان نخسر يبقى مدرب سيء ولو كسر هو مدرب كويس لا هو مدرب كبير على ضوء السي بي وعلى ضوء الاجتهاد او الشغل اللي بيحاول يعمله في ناس الزماج سواء اتفقنا او اختلفنا عليه بس أسوريو ده بالنسبالي عامل زي ايه عارف لما تروح تشتري لعيب مهاراته عبقرية امكانياته كبيرة جدا بس ييجي في ماتش يبقى كويس قوي الماتش اللي بعده يبقى مش كويس خالص الماتش اللي بعده يبقى كويس الماتش اللي بعده مش كويس خالص او انه يجي في ماتش يبقى كويس قوي بس مثلا بيخش جامد على رجل اللعيبة فبياخد طاردة فيبقى واصل الفرقة كلها او يجي في منطقة الجزار وحامل تاكلينج فيحسب علي ضغب الجزار فيخسرني الماتش اللعيبة اللي هي ايه المتأولة ده او المش عايف تعيش معها استقرار هو كويس بس بيبقى واصل الماتشات كتير او أسوريو بالنسبة لي كده بشوفه كده اللي هو مضرب كويس قوي بس غير مضمون بالمرة يعني في مباراة زي مباراة سموحة تلاقي الزمالك ديال مدريد ماتشستر سيتي حاجة كده مش طبيعية تمام وفي مباراة تانية زي اللي قدام امبي تلاقي الزمالك سايق جدا مش حلو خالص طب يا عم باند انت كنت لسه من ثلاث ايام عامل ملحمة وحاجة عظيمة امش ورا دي ولا مش ورا قصة امبي ما حاجة غريبة وليه كل شوات غير تشكيل حتى لو انت ماشي بتشكيل كويس ما تكمل بيه ماتشين تلات فهي دي مشكلتي شخصيا مع أسولي بشوفه كده اللي هو عمرك ما هتقول مثلا ايه الزمالك داخل المباراة دي هيكسبها عمرك ليه عشان هو ممكن يعمل حاجة من حاجاته كده فالزمالك يخسر المباراة وعمرك ما هتقول او تتوقع ان الزمالك يعمل مباراة هائعة قوي قوي زي اللي عمالة قدام سموح مش هي قبلها مش هيحسسك انه هيعمل دي عشان قبلها كان سيء فازاي فعدم الاستقرار ده ما ينفعش من الآخر يعني عشان ما امين معاك ما ينفعش مع الأندية الكبيرة زمالك أهلي الأندية اللي في أوروبا كبيرة وهكذا يعني ليه عشان الأندية دي عايزة استقرار في الانتصارات طول الوقت طول الوقت تعايفكم سوري ده مثلا لو بيدرب نادي من الأندية الوسط في الدوري المصري هنقول عليه أفضل مدرر في الدوري المصري ليه عشان يعمل المطشط حلوة قوي قوي بس حتى لو قسم المطشين تلاتة مش تفرق معايا حد يقولك ما طبيعي يخسر المطشين تلاتة لكن مع الزمالك والأهلي الفلقة الكبيرة دي لأ أنا عايزة استقرار في النتائج مش هينفع سطر وتسيب سطرين أو تاخد سطرين وتسيب سطر فعش الكلام ده خالص ده تصور يعني عشان كده هزيمة اللي تعرض لها نادي الزمالك أمام إنبي عملت تباين في الأراء بين أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك في رأي شايف أنه لا اللي بيعمل أسوريو دوت ما ينفعش وأنه وأنه لازم نبدأ ندور على بديل وفي رأي تاني بيقول لا الاستقرار كويس وخلي أسوريو يكمل وإحنا شايفينه مدرب كويس وممكن مع صفقات جديدة في يناير الأمور تتحسن في رأيين مين اللي محسوم فيهم لس لس خالص فيش حقيقة مجلس إدارة الزمالك ما خدش قرار برحيل أسوريو مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد ما خدش قرار باستمرار أسوريو لا دي ولا دي لسه في مجال النقاش في مجال النقاش وده في حد إزاي وتقدر بقولك عليه إنه مش متجيك يا أسوريو انت مدرب عامل إزاي انت كويس في مدربين لا لا كلنا هنطلع إحنا كأعلمين وجماهير ومجلس إدارة المدرب ده مش جيد ده مدرب فاشل خلاص كلنا هنقول إنه ده لازم يمشي مفهوم واضح في مدرب تاني لا ده مدرب جامد وكلنا نقول إنه هو جامد واضح لكن هو حطك في حتة في النص صعبة صعبة جدا يعني مش مفهوم هو دايما نقول الكلمة دي نقول حطك في النص كده اللي هو اللي هو جامد أوي ولا هو سيء أوي مع الزمانك لكن هنطلع بكبير هفضل أقولك هنطلع بكبير يعني شكرا لكم